يعني ما فيش حد بيعمل في الصناعة في ظل هذا الزمن وبيخسر لأن المنتجات المشتوردة اللي هو المنافس بتاعك اللي كان تعبك جدا لمدة 20 و 30 سنة الظروف النهاردة في مصلحتك فيه حرب اقتصادية عالمية فانت النهاردة في تطور كمان الأوضاع في الأيام اللي جاية هيبقى فيه أزمة حقيقية في قطع غير المكان والمعدات يعني كلما الحرب الاقتصادية بتشتد ما بين الغرب والشرق الأمور بتزيد هم هيبدأوا يمنعوا تصدير المكان وخطوط الانتاج وكل طرف عنده بيمتلك موارد هيبدأ أنه هو يستخدمها في الضغط فإذا نحن النهاردة عندنا ضرورة أنه يبقى عندنا التوجه ده حقيقة دولة بتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سنة 2016 من ساعة ما عملنا مبادرة 200 مليار جنيه نعمل المشروعات دي عملنا دلوقتي المجمعات الصناعية اللي بتخدم عليهم بالمناسبة أنت بتتكلم في 5000 مصنع بتضاف إلى الطاقة الانتاجية ما يتم افتتاحه دول 5000 وحدة أصلحوا ل5000 مصنع كاملين الترخيص يعني أي شكوى كان بتيجي سابقا أن أنت هتديني وحدة وأنا هتعب في المرافق و هتفعب عشان أعمل الرخص الوحدات جاهزة هتماكنة واشتغل وانتج فالدولة وغدى خطوات ولكن لسا الانتاج مش شعبي وده راجع لعدة عوامل في أساسها نقص في مستلزمات الانتاج ونقص في المواد الخام ويمكن أنا كنت اتناقشت مع حضرتك في السابق في أن أنا شايف أنه لازم يبقى عندنا مدينة حرة للمواد الخام ويريد تكون في منطقة قناة السويس يعني الدولة بدأت تطبق حاجة احنا كنا نتكلم عليها أنا كنت طالب أن يبقى فيه تشجيع لتجارة الترانزيت مناطق التخزين في مصر اللي في المواني تزيد أنت النهاردة عندك على محور قناة السويس مناطق شسعة تنفع أن أنت تعمل فيها مواني جفة يعني تقدر أن أنت يكون عندك هب لتخزين للخطوط الملاحة العالمية هما بالفعل بيحتاجوا مساحات تخزين عشان يعيدوا التوزيع منها مرة تانية فإحنا قدامنا تحدي بصراحة وبوضوح الدولة جزء من دخل المناطق دي بيجي لنا من الأرضيات والحراسة اللي أنت بتقدمها تمن الكنتينر لما بيقعد عندك في المينة ده مصدر دخلي طبعا فأنا النهاردة التحدي أن أنا أقل المصدر الدخلي ده يعني أنا عايز أقول لخطوط الملاحة العالمية أنا أرخص لما تخزن عندي من أي حتة تانية في العالم وده يكون ليه معنى مهم مش أن أنا بس بعمل عندي مناطق تخزين لا أنا عايب عندي مركز للمواد الخام في الشرق الأوسط وفي أفريقيا هيسمح للصناع اللي عندي هيسمح للناس اللي عندي أن يبقى فيه منافسين بيقدمونهم المواد الخام طبعا وإحنا عشان نبدأ نعمل كده في خطوات الحاجات دي ما بتحصلش في يوم وليلة إحنا محتاجين أن نبدأ الأول ندعو أصحاب خطوط الملاحة العالمية وندعو موردين المواد الخام في أكتر من مؤتمر ومنتدى أن هم يزوروا المنطقة في قناة السويس وتأسيس منطقة للتخزين أسهل بكتير من تأسيس منطقة صناعية يعني اللي إحنا بنتكلم فيه ده من سنة من ست شهور لسنة نقدر نكون حطينه على أرض الواقع مزيد من مناطق التخزين وتخفيض في قيمة المبالغ اللي إحنا بنأجر بيها المناطق التخزينية عشان نقدم بديل لخطوط الملاحة العالمية أن هم يخزنوا عندنا اشتركوا في القناة